وقع الرئيس الكوري الجنوبي يونسو كيول ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على اتفاق داونينج ستريت أمس الأربعاء، الذي سيتم بمجابه رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مشاركة استراتيجية عالمية. يحدد الاتفاق المبادئ الأساسية واتجاه تطوير العلاقات الثنائية والمواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، ومبادئ التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن خمس وأربعين مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والمستقبل المستدام. ويدعو الاتفاق إلى رفع العلاقات الثنائية إلى مشاركة استراتيجية عالمية من المشاركة الواسعة والإبداعية الحالية، حيث يحتفل البلدان بالذكرى المئة وأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية. وأدان الاتفاق التطوير غير القانوني لكوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ، ودعاها لتفكيك جميع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وبرامج الأسلحة الباليستية بالكامل، وعلى نحو يمكن التحقق منه، وبلا رجعة. كما انتقد الاتفاق جميع أشكال نقل الأسلحة والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وحث الجانبين على الالتزام بالقرارات ذات الصلاة.